السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه رب تكونوا بالف خير وباحسن حياة لكل سنة وحضراتكم طيبين. مفيش اي عزومة تخلى من الطبق ده سواء في رمضان او غير رمضان. رؤاء باللحمة المفرومة. طعم طحفة. خلطة جميلة اول مرة هتشوفوها. طعم مميز اوي 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 كل اللي هيدوق الرؤاء ده هيسألك انت عاملة ازاي. العصاج عملنا النهاردة بطريقة حلوة اوي وسهلة اوي وتعمه كمان ولا احلى من كده. ازاي اني طلع رؤاء بقى من بره مقرمش ومن جوة طبقات مورقة وطرية. كل اللي ده هتشوفوه معايا في الفيديو. تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوه تركاته والحركات عشان تعملوا احلى سنية رؤاء في الدنيا. ولو بتشوفوني الاول مرة يا ريت ما تنسوش تعملو سبسكرايب للقناة وتعملو كمان لايك وشير الفيديو. يلا بنا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتتي في المقدير وطريقة على طول بسم الله. الاول كده انا عندي شربة بس تكون دسمة شوية. شربة فريخ شربة لحمة الموجود. خلاص حضريني الشربة هنبتدي نعمل العصاج. اول حاجة نبتدي بها العصاج معلقة سمنة بلدي. ونص كيلو من اللحمة بنزل باللحمة الاول على المادة الدهنية او على السمنة. علشان اخليها مفلفلة. اخلي اللحمة فلفلة كده وتتفاكك معي على طول. هفضل اقلب فيها اقلب فيها لحد ما اللون الاحمر ده يروح تماما ويبقى لونها رصاصي. طبعا النار عالية عشان مش عايزة اللحمة تنزل ميتها اطلاقا علشان بتنشفش ويبقى طعمها بيعض كده. حلو بعد ما يخلص اللون الاحمر ده آآ راح خالص. حنزل بربع كيلو من البصل. ويكون متقطع آآ يعني لخشم ولا نعم قوي. يعني العصاج بيحب البصلة بتاعته تكون خشنة حاجة بسيطة. ما تكونش نعمة مبشورة. طبعا الحاجات دي ما حدش بيقولها. في ناس بتوفروا من البصل خالص وتنزل بالعصاج وبحس ان ده مش احسن حاجة. البصلة لما تكون خشنة شوية تبقى احلى. جربوا كده وقلولي. بعد ما ديت البصلة تشويحها بسيطة جدا. هننزل بالملح. معلقتين صغيرين من الملح. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. وبس كده مش هنحط اكتر من كده في العصاج. انا عايزة طعم الرؤاء بتاعي النار دي يكون بلدي فلاحي كده. اللي هو الطعم الاصلي بتاع امهاتنا. اللي هو مفوش بهارات كتير. بغطي النار خالص وبغطي الحل او الووك اللي انا شغالة فيه وخليها تستوي في البخار بتاعها. بغطي النار خالص. عشر دقايق ربع ساعة بالكتير. هتلاقى استوتوبات زي الفل ومفلفلة وزي العسل. وكده العصاق خلصنا منه وخلصناه. هنتيبوا بقى على جنب. ونشتغل في الشربة بتاعتنا. الشربة محتاجة باننا كده طعم حلو. فهنعمل ايه? تعالوا معي. معلقة من السمنة. وبصلايا صغيرة متقطعة. ومعايها فصل من التوم. بننزل على السمنة كده. وتشويحها بسيطة خالص يا دوب كبست البصل يصفر بسيط. هننزل بمعلقة صغيرة من السلسة. انا دلوقتي بحضر الشربة اللي هسقي بيها الرؤية. تمام? نزلنا معلقة السلسة. وبعد كده طمط ماية مبشورة. طمط ماية مبشورة كده على البصل والتوم والسلسة. هنهدي النار شوية. ونبتدي ان احنا نضيف بقى الملح. رشة بسيطة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل ونقلب. ونهدي النار كده ونسيبها دقيقتين لحد ما تنشف ميتها. وتتسبك. تمام? هكون بقى مسخنا الشربة بتاعتي. هاخد مصفة وابتدي ان انا اصفي الشربة. بالشكل ده كده هياخد كمية اللي انا محتاجاها. انا هعمل نصف كيلو من الرؤاء. فحياخد كمية آآ تكون كويسة وتكفي. حلو كده. بصوا بقى طعم الشربة ده يجنن. تح فقوي التقلية بتاعة البصلة والتوم دي. وصدقوني مش تقيل خالص. مش تقيل اطلاقا. احنا دوبك بس ايه علينا النار وشوحنا تشويحة بسيطة. البصل والتوم. فمش هيبقى تقيل خالص. هيكون معايا بقى صوجة تلاتين في اربعين. او فصنية يعني سووا في الحاجة اللي تحبوها يعني او تفضلوها. المادة الدهنية اللي معايا دي زبدة على سمنة فلاحي. لو حابين تخفو شوية ده سامة ممكن يعني الكمية دي نقلل منها الزبدة او سمنة ونحط مكانها زيت. تمام? تبقى خاليط بين الزيت والسمنة. الشربة عندي سخنة طبعا وبابل ورقات الرؤاء كده بالشكل ده والرؤاء دوت رفيع. فهيحتاج مني طبقات كتير شوية. يعني مسلا هنعمل مسلا آآ خمس طبقات من تحته خمس طبعات من الفوق لان الرؤاء ده رفيع خالص خالص. ببتدي كده ان انا آآ حط بقى الرؤاءات بتاعتي لو تلاحظوا ان انا مش ببل الورق جامد يا دوبك بس بنزله في الشربة وبطلعه على طول. ده اسهل بكتير من انا جيب كبشة وعدة بل ورقة ورقة. بجيب صنية كبيرة وببتدي ان انا قبل الورقات بتاعت الرؤاء. هو ما تنسوش طبعا بين كل طبقتين بندهين رشة حلوة قوي من السمنة شوية سمنة حلوين علشان الرؤاء يورق معينا ويبقى طري وما ينشفش. بعد ما فردنا خمس ورقات وسقيت سمنة كويس. ببتدي ان انا احط العصاق بتاعي بكمية اللي انتو عايزينها. وممكن نحط كمان في المرحلة دي آآ جبنا موزرلة. هيبقى لايقة جدا جدا مع الوصفة دي. بس احنا عاملين الطريقة الاصلية. فما حبتش اجود في الطريقة. خلاص فردنا بقى اللحمة هنبتدي ان احنا نحط للطبقة التانية من الرؤاء. ولو رؤية بتاعكم الكاستر ما فيش اي مشكلة هو بقى لما بيشرب الشربة بتاعته كويس بيبدأ ان هو يطرح ويخش في بعضه فمش هيبان خالص القطع. اللي هي القطع يعني. طبعا انا اسمت نص كيلو بالنظر لنصين. النص احطيته في اسفل الصوج والنص التاني من فوق. بصوا القطع دي ما فيش اي مشكلة فيها. هيطرح وحيخش في بعضه كله. بعد ما فرضنا طبقتين برضو سقينا بالسمنة. بالشكل ده كده. الرؤاء بيحب السمنة جدا يا جماعة لو اقتصادنا في موضوع السمنة حينشف طعام ومش هبقى حلو. هو للأسف بيتعمل كده. فلازم كل ورقتين نسقي بالسمنة. كده خلاص انا خلاص الطبقات اللي من فوق كلها. هبتدي ان انا قطعه بسكينة. الحجم اللي انتو عايزينه. انا انا قطعته كبير شوية بحيز اه لو جنبه بشامل تبقى قطعة من الرؤاء قطعة من البشامل وقطعة من اللحم قبل فراخ. وبتبقى حلو قوي كده على الفطار وزي الفل. الفرن طبعا متسخن للوقتي على لرجة حرارة متين. والشبكة في النص. شغال بقيله مسلا ربع ساعة. مش عايزة يكون سخنة جامد عشان الرؤاء ما ينشفش معانا. ويلون بصراعة من قبل ما يستوي. بعد كده هبتدي ان انا اسقي الصونية كويس قوي او الصاجة دي. كويس جدا بالثمنة. لازم وش رؤاء ياخد كمية ثمنة حلوة قوي قوي. علشان يوشه حمر وما ينشفش ويبقى طعم حلو. اهتموا جدا بقى بالتفاصيل دي. يعني مش رشة ثمنة بسيطة لأ. حطه ثمنة كويس قوي على الوش. واخر خطوة علشان الرؤاء بتاعنا هيفضل طري كده وجميل. هنسقي بمغرفتين من الشربة بس نصفي اي قطع من البصل فيها او اي حاجة يعني موجودة في الشربة. ندخل بقى الفرن. ندخل اللي صاحب بتاعنا الفرن. التسويس زي عشان تطلع الصونية بتاعتنا بيرفكت. اللون تحت زي فوق. الدرجة الحرارة متين زي ما قلتلكو. الشبكة في النص. ومش هتاخد اكتر من تلت ساعة. اكتر من تلت ساعة حينشف معاكم مش هبقى كويس. عشان كده قلتلكو سخنوا الفرن. ما يكونش نصوخنا قوي. ولا يكون بارد خالص. يبقى في الوسط كده. بعد التلت ساعة باشغلو الشباية بالزبط كده دقيقتين تلات دقايق. وبيلون اه الوش وبيبقى زي الفل. بصوا جمال. طحفة شوية رؤاء فلاحة من الاخر. مش قادرة اوصف لكم جمال الريحة والطعم. بصوا كده اللون بتاعه. القعر بتاع الرؤاءة او الوش كله كده لون جميل ولون واحد. والحشو مضبوط جدا. وبطري جنان. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص على خير. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكراب للقناة. وتعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شايماء حسن من قناة حلو حيد مع شايماء. السلام عليكم.